اشتركوا في القناة 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 بنا علاقته بربنا انه عرف ربنا الاول فاتكون جواب التراكم حالة من الطمأنينة الى صدق وعد الله وان الدنيا دي طول ما احنا مع ربنا مش هنضيع الحالة دي لو مش في القلب تجاه ربنا يتوهي الانسان في الدنيا ويغلبه اصغر خوف وما يعرفش يواجه وساوس الشك اللي كل يوم الشيطان بيرميها في قلبه اللي ما بناش علاقته بربنا على معرفة الله لو جات له نعمة يغتر بيها ويبقى غافل ولو جاله بلاء يعتب بقلبه على الله ويغضب ولو مفهمش حكمة من حكم ربنا من وراء أوامره في الشرع يقف ومينفزوش الا لما ربنا يفاهمني الاول تعالوا مع بعض في رحلة حيانة توقف ونعيد بناء العلاقة مع الله الهدف من هذا البناء انزال ربنا منزلته في قلبنا علاقة مبنية على المحبة والتعرف علشان الانسان بطيب خاطر يستسلم ويعلم انه لا يكون في ملك الله الا ما اراد والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في رحلة حياتك مفيش اهم من ربك تبني علاقتك معاه على اسس سليمة ومن ضمن الاسس اللي تخلي علاقتك وعقدتك وافكارك مع ربنا سبحانه وتعالى ماتينة وما تهزهاش ولا ازمة ولا وساوس الشيطان اعتناق فكرة المستحيلات الثلاثة في حق الله ساعات البني ادم يسأل هو ليه ربنا سيب الشر ده يحصل في الدنيا ليه ربنا عمل فيه كده ليه دي اما تاخد الانسان لسوق ظن في الله وشك في ربنا او تاخده للبحث عن حكمة ربنا الكاملة من وراء المنع والعطاء ففيه تلت افكار او تلت تصرفات مستحيل ربنا يعملهم لما تعتنق المستحيلات دي دايما عقلك هيروح للفكرة السليمة من وراء حكمة ربنا المستحيل الاول الله لا يتخلى عن احد مستحيل ربنا يسيبك ويضيعك لان ربنا قال على نفسه ان اسم القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم يعني ايه قيوم يعني قائم على ادارة شؤونك على اكمل وجه فلازم تبقى فاهم انه مش هيسيبك انت عبدي لله لو عايز يسيبك ما كانش خلقك جي يسألني يقول لي ليه ربنا بعد ما دعيته اخد امي كانت عيانة عاد تدعي وهو قال انه بيستجيب ومع ذلك موتها قلت له انت كنت عايز والدتك تعيش ليه قال لي علشان انا بحبها قلت له ربنا كمان بيحبها يسبها لك تعيش معاك تكرمها بامكانياتك ولا ياخدها عنده علشان يكرمها بامكانياته قال لي يكرمها جنبي يقول له لا لو حد عايز يجيب لك هدية عربية مش هينفع يجيبها لك في شاقتك يجب تخرج له برا في الواسع عشان تاخد هدية اكبر من حجم المكان اللي انت عايش فيه وهو ده فكرة مواقيت الموت انسان بيترقى في الوقت اللي ربنا يرى ان ده انسى بوقت يروح لسعة عطاء الله في الاخرة فهو ما خذلكش مستحيل ربنا يتخلى عن انسان لو دعاه ولا لو تاب لربنا ولا لو انفق مستحيل لكنه فعل الاصلح لانه يتدخل بعلمه والربيع ابن خثيم اهل الكلام ده واحفظه قال ان الله قضى على نفسه انه اذا امن به عبد هداه قال الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه مش ممكن تبقى عايز ربنا ويتخلى عنه ومن اقرضه اخلف عليه وجازاه الم تسمع لقول الله تعالى ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم وان من دعاه اجابه الم تسمع لقول الله واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي ومن توكل عليه كفاه الم تسمع لقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه وبالتالي لن يتخلى الله مستحيل يتخلى عن احد المستحيل الثاني هو ان الله لا يفقد السيطرة الله اسمه المهيمن والهيمنة على هذا الكون تحتاج صفات معينة تحتاج علم عشان يبقى عالم بكل شيء تحتاج ملك عشان يتصرف في ملكه تحتاج قدرة يفعل ما يريد في ملكه وتحتاج بقاء ان ما يجيش حد تاني بكرة قوي يسلب الملك من ربنا سبحانه وتعالى فملك الله باقي وقدير وعليم وملك وهذه الهيمنة وهذه السيطرة مستحيل ربنا يفقدها سبحانه وتعالى سيدنا عامر بن قيس بيقول ثلاث آيات في كتاب الله طمأنة قلبي الآية الأولى وإي يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإي يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير هو ربنا لما يحب يوصلك خير ممكن حد يمنعه ده كده فقدان للسيطرة وده مستحيل في حق الله وانت بتبني علاقتك مع الله مستحيل يفقد السيطرة والآية التانية وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين كل حاجة عند ربنا مكتوبة وتوصل في وقتها لكل دابة وإحنا من الدواب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرزقها الآية التالتة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاطمأننتوا إلى رزق الله واطمأننتوا إلى نفع الله وضره واطمأننتوا أني بعد أن أذكر الله وأدعوه لن يصيبني إلا ما كتب دي حالة من الطمأنينة لدوام سيطرة الله مستحيل يفقد السيطرة وأي حاجة أنت عايزها من أي حد خد بأسباب الحصول عليها ودعي ربنا تعرف واحد مديره مستقصده وكان خلاص هيسايبه شركة كان يتمنى أن يشتغل فيها واشتغل وستقصده وطلب يعمل إيه وطوله ادعي اعمل اللي عليك ما تأثرش ده وجبك ودعي حوش وسافر عمر مخصوصه وطوله ما تدعيش عليه ادعي أن ربنا ينجيك منه ودعي أن ربنا يهديليك وده اللي حصل في شركته دلوقتي وفي منتهى النجاح بسبب أنه عمل اللي عليه ولجأ للمهيمن اللي فكر وعقل مديره بإدية عشان كده ده مستحيل ربنا يفقد السيطرة مستحيل التالت في حق الله عز وجل الله مش رد فعل الله مش قاعد مستنينا نعمل إيه وياخد رد فعل مستنينا ننفق عشان يخلف علينا انت ممكن تنفق ويخلف عليك بكرة من كرمه ما تعجبش بعملك تقول ما أخلفش علي إلا لما عملت ده من كرمه بيك وممكن تنفق وما يخلفش عليك بكرة ويخلف عليك بعدين من واسعة فهو مش رد فعل فما أخر وما قدم ده بقدر وبيتدخل بعلمه انت ممكن تعصي وتاني يون تدوقش وإما معصيتك وممكن تعصي ومش تاني يون تدوق أي حاجة بل يفتح عليك لأنه مش رد فعل ربنا ليه أقدار سارية هي أنفع عليك وأنسب ليك فمستحيل يتخلى عنك ومستحيل يفقد السيطرة والله مش رد فعل التلات مستحيلات دول هيخلوا عقلك دايما لما يحصل لك أي حدث بالذات مش على هواك مايروحش الوساوس الشيطان اللي بيفقدك الثقة في ربنا وتتهدم علاقتك بربنا إنما هيخلوا عقلك يروح على طول لمعنى شريف من وراء أفعال الله الشريفة حابب أقولك على أساس مهم جدا في بناء العلاقة مع الله وإنت في رحلة حياتك ما تفهمش إحسان ربنا غلط صعب قوي إن كل ما ربنا يحسن لإنسان يبعد عن ربنا ويكون سبب بعده عن ربنا فهمه غلط لإحسان ربنا لشان كده فعلا من الدلال ما قتل مهما اعتمت على رحمة ربنا فلا تفعل هذه الأفعال هو ده الأساس التاني بتاع النهاردة في أوقات البني آدم بيغلط غلطات ضخمة وإيه السبب؟ إنه بيتدلع بيتدلع مع ربنا عبس كده كتير قوي أنت بتبعد قوي ومتكل على رحمة ربنا بس أنت بتأذي نفسك وبتأذي غيرك هقول لك على ثلاث حاجات ما تعملهمش مهما اعتمت على رحمة ربنا رقم واحد الاغترار بالستر سيدنا الحسن البصري بيقول العبد الكيس الفطن كلما زاد إحسان الله إليه زاد لله هيبة مش كلما ربنا يسترك كلما تغلط أكتر وتحس أنك أنت ربنا بيفوت لك المفروض كلما الساتر يزيد ما تغطرش بالستر ده لأن الإنسان اللي بيتفضح فضيحة معينة بتشوفه قدامك وهو عمال يساوم طب بس سامحوني والله ما هعمل كده وما فيش حد بيتفضح أبدا من أول مرة كنت بقرأ كده لشباب ودي من الحاجات الجميلة في السوشيال ميديا بيتكلموا عن قصص التوبة بتاعته فواحد بيقول أنا توبت بالمعاكسة إزاي مرة بعاكس واحدة معايا في الشغل قالت لي بلاش الكلام ده ربنا سامعك هو بيقول عمري في حياتي معاكست واحدة فكرتني بربنا سبحانه وتعالى ممكن تقول لي كلمة سخيفة تخليني أكتر عايز أفوز بيها واخده تحدي أو الصنارة تغمز لكن تقول لي ربنا سامعك كإن شيء كده أهو الشخص ده ده كان سبب توبته ربنا سطره مع واحدة محترمة وقريبة لربنا عكس الراجل اللي سرق ورح لسيدنا عمر بن الخطاب وقعد يقسم والله ما سرقت قبلها قال كذبت فما فضح الله عبدا من أول مرة وبالتيئة الاغترار بستر الله سبحانه وتعالى ده دلال يقتل ده دلع مع ربنا رس بيضيع أول ما تلاقي نفسك كده يعمال تتماد عشان ربنا سترك افتكل لحظة للفضيحة وتمنيك إن الزمان يرجع بيك من الدلال ما قتل مهما اعتمدت على رحمة ربنا لا تفعل هذه الأفعال التهاون في الفرائض بص إحنا كلنا مقصرين لكن التهاون واحد مش فرق معاه وكل يوم بتعدي أيامه مع ربنا لأن ربنا طيب وربنا جميل وربنا قريب وربنا سبحانه وتعالى بيمهل العباد فهم يصليش وممكن ما يحسبش زكاته لو معه فلوس وللأسف الشديد إحنا برضو طال عموضة كده إن فيه شباب ممكن ما يصومش رمضان إيه يا جماعة طب ده الواحد لما بيترمي في ديئة بلإشغل ربنا سبحانه وتعالى وقال لعشان ربنا موسع علينا وعشان عايشين في الأمان وتلاقي ربك قالي الآية اللي كلنا حفظناها في المدرسة قالك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك كان ممكن ربنا يخلقك في صورة تفضل واقف على باب ربنا وتمد إيديك لكنه عدلك وسواك وكريم معاك فما تفوتش الفرائض على رأسها الصلاة شوف لما سدنا النبي أولي خمس صلوات في اليوم والليلة من أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن ضيعهن فليس له عند الله عهد لما تلاقي نفسك متهاون في الفرائض افتكر وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونوفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد بصري عن الإدراك حصل لك إدراك لقيمة الفرائض وقيمة ستر ربنا لكن للأسف هذا الستر خل البني آدم يتهاون في الفرائض فخد بالك من الدلال ما قتل مهما اعتمدت على كرمه وصبره عليك لا تتهاون في الفرائض ولا تغتر بالستر التالتة لا تؤخر رد الحقوق مع القدرة كتير من الأوقات بتبقى قادر أنك أنت ترجع حق وعشان ماشي معاك وربنا كرمك بتقول بعدين لما تلاقي دلالك على الله بيهلكك كده ومخليك بتأخر رد الحقوق افتكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الله الناس يوم القيامة حفاة عراطا غرلا فيناديهم منادم من قبل الله أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة له عنده حق ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له عنده حق الكل يغضحق يوم القيامة عشان كده ما تهدش علاقتك بربنا بأيديك بسبب الاعتماد على رحمة ربنا فتفعل أفعال تفسد العلاقة مع الله مهما اعتمدت على رحمة الله ما تعملش الأفعال التلاتة دول الاغترار بالستر والتهاون في الفرائض وتأخير رد حقوق الخلق وانت في رحلة حياتك ساعات بتسمع أوامر في دينك ما تبقاش منطقية بالنسبة لعقلك أو تحصل أحداث تقول ما كانش المفروض يحصل فأقداري أنا ما استهلش الكلام ده وكأن بتحصل مجموعة إيه إشكاليات كده توقف رحلة سيرك إلى الله فمهم جدا يبقى عندك بعض المفاهيم وانت بتبني علاقتك بربنا تفكلك إشكاليات عقلك وانا هقول لك على مفهومين لو استقروا في عقدتك تستريح جدا مع ربنا المفهومين دول الله ليس فرضا عليه إنه يبرر أوامره أو يبرر أقداره في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى ليه نوعين من الأحكام أحكام شرعية الأوامر إفعل ولا تفعل وأحكام كونية أقدارك اللي بتحصل في الكون معاك ربنا مش المفروض العبد يفرض عليه إنه يشرح له كل حاجة مع إن ربنا سبحانه وتعالى دايماً بيشرح يعني في أحكام دينا لايه ربنا بيقولك إن الصلاة فرض علشان توصلك بربنا وتعمل حاجة في سلوكياتك وروحانياتك والصيام فرض علشان الصيام بيعمل حاجة في أخلاقك ونفسيتك والزكة فرض علشان الزكة دي بتحررك من التعلق الزائد بالمال وبتعملك دور مجتمعي والحج بيعلمك الأخلاق في وسط ضغط الزحمة ودايماً ربنا يحكي لنا الحكمة من وراء أوامره لكن في بعض فروع الشريعة في بعض الأوامر مش هتلاقي ربنا حكلنا ولا شرح لنا وبيبقى الإنسان محمل نفسه فوق طاقته لو حمل عقله إن يفهم كل حكمة من وراء كل أمر لربنا سبحانه وتعالى وما لا أعمل إيه بعقلي ده؟ أول حاجة أعرف بعقلك كويس قوي ربنا وخوض رحلة إنك تتعرف على الله بحيث تتطمن له إن مش ممكن الله اللي أنا عرفته ده يعمل حاجة أو يؤمر بحاجة في الدين ما فيهاش أي حكمة غير إنها تضييق علينا والحاجة التانية اللي تعملها بعقلك تعرف مين يدلك على الله بحيث إن أنت لما تعرف الله وتعرف مين اللي يدلك على الله من العلماء تروح تقول له يا مولانا أو يا أستاذنا هو الأمر ده فرض فيقول لك آه يا ابني لأن ربنا قال في القرآن كذا وسيدنا محمد عمل كذا والعلماء فيهم وكذا فيعلمك هذا العالم الله أمرك بإيه ونهاك عن إيه زي كل العلوم اللي في الدنيا لها أهل تخصص ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى مثلا لما ييجي عندي آية زي آية الوضوء الناس تقول يعني إعلقة الوضوء بالصلاة وأنا لازم أنضف الأعضاء دي ونواقف بين إيدين ربنا فربك يقول وأنا عايزك تفتح عقلك للآيتين دول بعد ما خلصت آية الوضوء ربنا يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ده مش تشديد عليكم ولكن يريد لي طهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ربنا عايزي طهر ظاهرك لأن طهارة الظاهر في الوضوء بتعمل حاجة في طهارة الباطل وبعدين قال إيه بعدها واذكروا نعمة الله عليكم ومي ثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا هو أنت مش عبده هو رب مش أنت اديت ميثاق سمعنا وأطعنا بعد ما عرفت ربنا اتطمن مش لازم تقوله قل لي يا رب الأول قبل ما امتثل لأمرك إيه الحكمة من الأمر ده هتتعيب عقلك أول إنما تعلم واسأل العلماء إيه الحكمة من الأمر ولكن تعلم حكم أوامر ربنا بنية الامتثال مش بنية تقييم ربنا سبحانه وتعالى فده أول حاجة الله ليس فرضا عليه إنه يبرر أحكامه أوامره في الدين كان فيه واحد بيقول أنا مش شايف إن الصلاة دي ليها أي فايدة ليه يا سيدي فيها عملي وقعد عملي شوية حركات أنا قلبي موصول بربنا لدرجة إن صحابه وحبيبه كانوا بيبعدوا عنه وقت الصلاة علشان بيتريق عليهم فما كانوش عايزين يشيلوه ذنوب لغاية ما في يوم الأيام جاء له أزمة كبيرة جدا فواحد قال له يا ابني صلي روح لربك وشوف هيفتح عليك إزاي هو بيقول أنا سجدت سجدة كإني اتولدت من جديد كإني بحضن الأرض كده وحسيت إن أنا رحت العالم تاني خالص هو جرب أمر ربنا والوصل مع ربنا سبحانه وتعالى ومن ساعتها ما بطلش وبالتالي مش لازم تبقى عارف كل أمر وراء الحكمة عامنا إزاي الشيء التاني إن الله مش فرض عليه إنه يبرر كل حكم أفعاله ساعات في بعض الأفلام في أولها بيجي حدث كده مش مفهوم شخص يظهر ويعمل حاجة معينة وبعدين تبدأ أحداث الفيلم تبقى أنت طول الفيلم متأكد إن اللي حصل في الأول ده لازم هيظهر في وقت معين ليه؟ عشان فيه حاجة اسمها الحبكة الدرامية أنت متأكد إن المشهد اللي حصل ده مش عبثي وإلا يعني إيه لازمته يكلفه نفسه من المشهد ده فتبقى قاعد طول الفيلم مستني اللي حصل زمان هيبان دلوقت إزاي ولله المثل الأعلى سيناريو حياتنا اسمه الأقدار وربنا سبحانه وتعالى بيقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين تخلّم رب يقول لي عباده أنا مش بلعب ما خلقناهما إلا بالحق ما بين السماوات والأرض من أحداث كلها حق ولكن أكثرهم لا يعلمون علشان كده سيناريو حياتنا بقى الأقدار ده ربنا قال إن كل شيء خلقناه بقدر ما فيش أي لحظة بتحصل في حياتك إلا وليها حكمة في بعض الصفات أنت تعرفها عن نفسك ومش عايز تقول لحد عليها فيه عيب معين اسمه السر بينك وبالنفسك كده وربنا يعرفه وفي حاجات عن نفسك أنت ما تعرفهاش مغيب عنها اسمها أخفى من السر خفية عنك الله يعلمها علشان كده ربنا يقول يعلم السر وأخفى فساعات تحصل أحداث في حياتك ربنا يركب فيك صفات بسبب الأزمات أو النعم دي علشان يصلح منك عيوب أو يديك صفات أنت محتاجها في المستقبل اللي ربنا يعلمه وبالتالي تطمن أنت لما تبراح رحلة في غابة مثلا تكلم واحد راح الغابة دي قبل كده تقول له أخد معايا إيه في الكامب ده يقول له خد معاك كشف وخد معاك سكينة وخد معاك مش عارف حاجات أصلا مش في حياتك بتضطر تشتريها لأن المكان ده أول مرة تروحه وكذلك في أحداث أنت ربنا هيفتح عليك أو في أزمة هتحصل محتاج يتركب فيك شوية صفات بتحصل بالأحداث فلما يحصل لك حدث أنت مش فاهمه حد يسيبك في الدنيا يحصل لك أزمة مالية إلجأ إلى الله برفع هذه الأزمة وخد بقى أسباب رفع هذه الأزمة ولكن قد تظهر الحكمة فتبقى أنت فاهم ليه بيحصل كده وقد لا تظهر المهم لو ما فهمتش الحكمة سلم للحكيم وأنا حوالي 12-13 سنة كده ما كنتش أعرف بعدها بسنة يحصل إيه ما حالش أعرف في المستقبل في الوقت ده اشتغلت مع مدير راجل حازم جدا وشديد جدا بس في الحق ومحترم جدا وأنا قبلها كنت بشتغل كده إيه ليه لي كده نحب بعض وربنا يا رزقنا إن شاء الله وربنا كريم معانا وبلاش نشد على بعض يا جماعة وهو لأ في أرقام لازم تيجي ولازم تيجي في معادك بالزبط لو ما حققتش هيتخصم منك كده وإحنا شغل يا مش رائع الرزق مكتوب برضو آه مكتوب بس لازم ناخد بأكتر الأسباب كل الكلام ده الواحد ما كانش فيه عنده خبرة فكنت اتدايق جدا من الرجل ده وهو حازم جدا معانا كده وهو ربنا يكرمه ويفتح عليه السبب إن أنا بقيت مدير بعدها بسنة أو سنتين معرفتش أدير اللي أنا كنت بشتغل فيه كان بيشتغل معاه عشرة إلا بسبب اللي هو غيره في يدها وأنا كنت متدايق جدا من طريقته الحازمة دي والتركيز قوي كان بيطلع أحسن ما فينا وبيعلمنا وانطلقنا في الحياة وكبرنا وفي ميزان حسناته فإن لم تفهم الحكمة من الأقدار فسلم للحكيم فالله مفاهيمة هي تفك إشكاليات عقلك ويبقى ده الأساس اللي بتبني بي علاقتك مع الله الله ليس فرضا عليه أن يبرر لا أوامره في الشرع كلها ولا أقدارك كلها عايز أختم معاك الأساس اللي بتبني بيها علاقتك مع ربنا في رحلة حياتك بمعلومة مهمة جدا المعلومة دي لما تعرفها هتطمئن أنك أنت لا يمكن تتظلم في الدنيا ولا في فعل من أفعال ربنا ممكن تعدل عليه بفكرة أحسن وبالتالي في رؤيتك لأفعال الله ليس في الإمكان أبدع مما كان معناها إيه أنت ممكن تقول من نفسك ليس في الإمكان أبدع مما كان تقول لا أنا ممكن كان أبدع أكتر من كده وأعمل أحسن من كده لكن لما تيجي تشوف أفعال ربنا أنسب حاجة اللي حصلت ليك وانشغل برد فعلك أن يكون أحسن رد فعل مع أقدار ربنا إيه المعلوم الأول ليس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليله أو في ليلة ثلث القرآن قلنا له إزاي سيدنا النبي عليه السلام قال يقرأ قل هو الله أحد فإنها ثلث القرآن عارف يعني إيه أحد أحد مش يعني واحد أحد يعني المنفرد بالكمال الذي لا يتجزأ يعني إيه يعني أنا ممكن أتعصب فأفقد صفة من صفاتي اسمها صفة الحكمة أو صفة الرحمة فعمل تصرف غضوب أندم عليه وبعد مهدى كده أقول لي أن أنا إزاي كنت قاسي كده أنا ممكن أفرح أوي فاوعد بوعد أكتر من قدرتي ففقدت صفة الحكمة والقدرة وأنا باوعد أنا ممكن أكسل أوي فافقد صفة زي صفة المسؤولية والقيومية إن أنا لما أكسل أقوم فاقد حاجة من صفات اللي المفروض تبقى واجب علي الله ليس كالخلق الله منفرد بالكمال يعني إيه يعني كل أفعاله ظهر فيها كل صفاته فلما بيعطي بيعطي عطاء مليان بالعلم والحكمة والرحمة فمش عطاءه اللي بوزك اللي بوزنا ردود أفعالنا مع عطاءه ولما بيدبر شؤون الكون بيدبر شؤون الكون بإحاطة وعلم فما فيش حد هيسقط يعني إيه مفيش حد إيه ربنا هينساه كل يوم هو في شأن ولما يغضب أو يبطش مش بيبطش بطش يندم بعديه إنما بيفعل الأنسب وهو الحليم أنت لما تفهم كده تبقى عارف أن أي حدث بيحصل لك في الكون من الله مليان صفات الكمال من ربنا أحد يعني المتفرد بالكمال الذي لا يتجزأ تفهمها بقى من أنهي آية في ختام سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو عارف اللي موجود دلوقتي اللي احنا بنشهده وعارف الغيب كمان هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنة كل الصفات دي بتتعامل معاك في فعل الله فاطمئن عشان كده ابن عطاء الله يقول من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره اللي فاكر انه ممكن يبقى فيه حدث عصيب ما فيهوش صفة اللطف من ربنا يبقى هو اللي مش شايف هو اللي محتاج يرعى في المعلومة ويتبقى أساس في بناءه اللي علاقته مع ربنا ان كل الصفات اتعملت معاك زي ما نجيب مبنى كده فنجيب مهندس بديع عشان الديزاين بتاع المبنى ونجيب مقاول أمين علشان يصب الخرصانة وتبقى متينة وبعدين نجيب طبيب يعمل مش عارف في الدينة نصيحة لفتحات التهوية الصحية وبعدين نجيب واحد غلي يفرش المبنى ده أهو كل ده اجتمعت صفات البديع والمتين والرحيم والغني ده في البشر مع بعض محتاجين كذا واحد الله متفرد بالكمال فلو سمحت ابقى بص كده على تفاصيل حياتك وطلع الرحمة والحكمة واللطف حتى لو كان موقف شديد لأن مش ممكن ربنا تختفي صفة من صفاته ويعمل التمرين ده مثلا في قصة سيدنا موسى لما قتل إنسان بالخطأ وطلع من بلده وحصلت له الأزمة شوف الرحمة كدفين واللطف اعملها مع قصة سيدنا يوسف لما امرأت العزيز غاوته فلما رفض دخل السجن فين كرم الله هنا الصفات اللي انت لا تتوقع وجودها وابدأ ابحث عن ربك سبحانه وتعالى فالله أحد لا يتجزأ وهو منفرد بالكمال ده الأساس الرابع اللي تعرفه عن ربك علشان لما تعرف أن الله أحد تستريح لكل الأقدار فاللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره وانقداره العظيم اللهم اجعلنا من المطمئنين لجميع فعلك الوافقين في عدلك واجعلنا نؤثر رضاك على هوانا وَلَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ يَغْتَرُّونَ بِسَتْرِكَ وَيَأْمَنُونَ مِنْ مَكْرِكَ فَمَنْ اِسْتَغْنَى بِكَ يَا رَبَّنَا فَلَنْ يَفْتَقِرُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَلَنْ يَخِيبُ وَمَنْ جَعْلَكَ مَلَاذَهُ فَلَنْ يَضِيعَ وَمَنْ اَعْتَصَمَ بِكَ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمَ اللهم كلنا ولياً ونصيراً وكلنا معيناً ومجيراً يا الله والحمد لله